السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يستغد الله وكاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قراءة جديدة لبرج الأسد ان شاء الله بإذن الله تكون الفترة القادمة تكون خير ورزق وتفاؤل وهنى لجميع توقعاته صل على الحبيب يا برج الأسد ويلا نشوف بنا توقعاتك بسم الله ما شاء الله برج الأسد برج الأسد اليومين دول ماشي في كذا موضوع اليومين دول حرفية برج الأسد عنده كذا حية مش مضايقاء ولا هو عصبي بس اليومين دول عنده كذا هدف في الحياة لإما عنده مشوار خطوبة لإما عنده حد تعبان في العيلة لإما عنده ضغط نفسي من كتر ما هو مش عارف ياخد خطوة لقدام برج الأسد عايزك تكون هادي وبلاش تكون مطلغبط اليومين دول حاول تزبط وقتك تزبط نفسك عندك هدف قدامك اشتغل عليه وبلاش أي عكسات تدخل حياتك شايف لك كمان هنا تحويل من حاجة لحاجة لتحويل علاقة صداقة الحب لتحويل نقلة جديدة في البيت الله أعلم بس أنا شايف لك ابتسامة حلوة هتقلب أمورك الابتسامة دي هتكون الأيام اللي جاية أنا عارفة أنت اليومين دول منعزل تماما عن بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في أزاك وسبب في أنت تدخل في فترة فيها تعب العواكب اللي موجودة قدامك دي ناس لابسة مش وشهم لابسين حاجة مش بتاعتهم فدي حاجة مضايقاك ومخلياك مضايق ومخمون عندك كمان هنا جبر خاطر جبر خاطر هيكون جايلك من أطراف أخرى في حياتك وهتسمع خبر حلو بقالك مدة نفسك تسمع أي حاجة تفرحك أو تيديك تغيير جزري عايزك كمان يا برج الأسد تخلي بالك كويس جدا من الدوامة والست طب مين هي الست دي الست دي حقودة ظهرة كويس جدا في حياتك بتضحك لك وتبين لك إن هي حلوة وتبين لك إن هي بتحبك وتبين لك إن هي تقف جنبك وتساعدك وتدعمك بس تصدق إن هي من الناحية التانية مش لقيا أي حاجة توقعك فيها اليومين دول أنت بتعاني من الحسد الشديد وعلشان أنت داخل على فترة جديدة فخلي بالك وانتبه إن أنت تحكي أي حاجة تخص حياتك عايزك تهدى كده وتهدي أعصابك خالص وتهدي نفسيتك وتشتغل على نفسك عندك حد هتتعرف عليه الأيام اللي جاي عايزك يا برج الأسد تكون حريص جدا إن أنت تطلع أي حاجة من جواك وتدي أي حد حاجة علشان خاطر شايفالك قضية الله أعلم إذا كانت القضية دي من نصيبك ولأ بس أنت عندك قضية في محكمة عندك مواجهة مع حد هيبقى فيه كلام كتير الأيام اللي جاية وهيبقى فيه حاجات كتيرة جدا ممكن تدعمك وممكن تكون من حظك ومن نصيبك أنت ناوي على تغيرات ناوي على فترة حلوة الفترة اللي جاية دي أنا عايزك تثبت وجودك في حياتك ابعد لي عن الحزن ابعد لي عن التوتر والحيرة ابعد لي عن القلق والموضوع اللي شاغل بالك لازم تاخد فيه قرار علشان تعرف أنت عايز ايه وتاخد خطوة لقدام فيه مرحلة عندك هتبدأ الأيام اللي جاية المرحلة دي هتكون ريئة بس هتاخد فيها خطوة مختلفة عايزك تهدي أعصابك شوية وتهدي اللعب شوية وما تخليش أي حد يستفزك ولا أي حد يخرج الطاقة اللي جواه لازم تكون هادي عقبة ورا عقبة ده بيدو بيأثر على نفسيتك وعلشان كده يا برج الأسد مش عايز أي حاجة تأثر على نفسيتك اليومين اللي جايين دول هيكون عندك رزق حلو هيكفيك مش هقولك رزق كبير بس هو رزق هيكفيك ممكن تسد حاجة من اللي عليك تدفع حاجة من اللي عليك الله أعلم أنا عارفة أن أنت مريت بخزلان وبأسوة من بعض الأشخاص وعشان كده فقدت السكة فيما أنت حب فقدت السكة باللي حواليك فقدت السكة بناس كتيرة جدا بس عندك أيام حلوة زي ما عندك أيام وحشة عندك أيام حلوة هتقول لي أنا ما شفتش حاجة حلوة لأ يا برج الأسد عندك أيام حلوة بس أنت إهدى كده وهد أعصابك السنة اللي فاتت خلاص فاتت هنبدأ في أيام جديدة وإن شاء الله بإذن الله تكون سنين عليك يا برج الأسد تكون خير أنت دعيت ربنا ومستني دعاء أو مستني حاجة تغير حياتك بالكامل الفترة اللي جاية هيكون عندك تغيرات على بعض الأمور اللي في حياتك والمكالمة اللي أنت مستنيها بقالك مدة يا برج الأسد هتتكلم وهيبقى فيه مكالمة حلوة بينكم وبين ما أنت حب هيبقى فيه كلام حلو رغم التعب اللي أنت فيه الفترة دي والمشاكل اللي جاية لك من فوق اللي تحت ومش عارف جاية لك منين ولا إي أنت عملت إي ولا أي حاجة رغم أن أنت هيكون عندك فترة تغيرات جزرية في حياتك الأيام اللي جاية بس عايزك تهدي أعصابك ومش عايزك يا برج الأسد تيجي على نفسك أبدا مش عايزك تيجي على نفسك علشان ترضي حد أو علشان تقف جنب حد أو تساعد حد لأ يا برج الأسد خل ادي وخد وازن الأمور ووازن العلاقات لو أنت في علاقة مع من تحب وازن الأمور عندك ناس بتكرهك وزي ما فيه ناس بتكرهك فيه ناس كمان بتحبك بس اللي بيكرهوك بيعملو لك أصحار بيعملو لك أعمال بيحسدوك وطبعا الحسد ده أشد من السح وعلشان كده أنت عندك بعض العراقيل هتقول أنا حزديني على إيه حزدينك على أنقتك حزدينك على أشيكتك حزدينك على أن أنت دايما يعني متفائل أن أنت بتحب الحياة بتعايش ببساطة فيه حاجات كتيرة جدا أنه أنت موجودة عندك مش موجودة عندهم فبالتالي حزدينك على خطوتك لما بتعدي من قدامهم فدي حاجة ما تزعلكش أنت بس تهدي بالك كده وتهدي أعصابك علشان الفترة اللي جاية هيكون فيه تحولات لحياتك وهيكون فترة حلوة جدا وهتستمتع بأوضاع كتيرة جدا هتديك انطلاقة جديدة هتديك فرحة جديدة هتديك طاقة إيجابية بإذن الله بتصحى من النوم يا برج الأسد مخنوق مدايق تعبان كسلان عندك خمول غير طبيعي ما بيقاش لك نفس لأي حاجة لدى لكن انت تصحى بتبقى قاعد على السرير من كتر الخمول اللي انت فيه انت ما كنتش كده بس يا برج الأسد القريم بتاعك نسايبك لحالك برج الأسد فتيات الأسد مش عايزهم يقفوا قدام المراية كتير واللي بتقف قدام المراية تنزل تكتبلي في الكومنتان انا عارفة يا برج الأسد ان انت قلبك موجوع وعارفة ان انت من زمان جدا تعبان ومن زمان جدا بتدور على الراحة والامان والاستقرار وبرضو مش لقيه بسبب ان انت مش لاقي حظك لحد الان مع حد كل ما تدخل في علاقة عاطفية بتلاقي قلبك مكسور بص القلب يا برج الأسد بص الطعن اللي عندك في حياتك عاملين لك نغذة ده مش كده وبس كمان ده فيه واحدة بومة اعدالك ومتربعة على قلبك يعني بتقولك انت فاكر ان انا هسيبك طلعت ناس من حياتك يا برج الأسد او قطعت علاقاتك مع ناس وبرضو ما فيش اي فايدة يعني في ناس كانت في حياتك طلعتها برا وقلت خلاص اصطب زلمتوني برج الأسد انت مشكلتك ان انت متسرع فقطع علاقاتك متسرع في بعض الامور عندك حاول يا برج الأسد ان انت تغير من نفسك للأحسد علشان خاطر فيه وحدة معاها فيه ست وبنت فيه ست ومعاها بنت الست دي يا برج الأسد متجوزة حط عينها عليك ومش سايباك في حالك حط عينها عليك ومش سايباك في حالك ودايما بلها مشغول بيك بتعمل ايه فانت يا برج الأسد لازم تحصل نفسك أول بأول علشان انت من أكتر الأبراج اللي هي معرضة للحسد معرضة للمشاكل معرضة لحاجات كتيرة جدا بسبب نظرتهم في الحياة بتفاقل بسبب ان هم دايما بيتفاقلوا حتى لو عايشين في أيام عذاب اقرب مليك اتقذيت منه اقرب مليك هم اللي ازوك وتكلمه عليك دايما بترد الدعاء اللهم احفظنا اللهم احمينا بالفعل ربنا هيحميك وهيغير من رزا وارجع وقولك تاني يا برج الأسد لو انت عندك علاقة مع برج الحمل الأيام اللي جاية هيكون في صلح وهيكون في رجوع كان عندك علاقة انت يا برج الأسد مع حد على السوشيال ميديا وحصل انفصال او حصلت بعض العراقيل والمهم ان انت عملت بعض البلوكات بس بإذن الله الأيام اللي جاية هيكون فيها انفراجات حلوة انت يا برج الأسد حاجات كتيرة جدا بتحصل معك ومش عارف تفسارها لتزي أحلام خايف من أحلامك جدا عشان عارف ان روحانياتك عالية واللي بتحلم به بتبقى عارف ومتأكد ان هو هيحصل ان هو هيتحقق حتى لو بعد حين قلبك بيدق كزا دقا ده بيدل ان الايام اللي جاية هيكون عندك تعارف على حد جديد هيكون حياتك العطفية هتتزبط طول ما قلبك بيدق اتأكد ان ربنا شايل لك فرحة بقى كبيرة انت يا برج الأسد قوعة تستسلم قوعة ان تشمت حد فيك اتأكد دايما ان لو انت باب تقفل في وشك هيتفتح لك باب أكبر الباب اللي هيتقفل في وشك هيتفتح لك باب أكبر خرجت ناس من حياتك هيتدخل ناس أحسن دايما ربنا بياخد عنك بياخد عنك أقل حاجة ممكن تدايقك وتزعلك بس عايزة أقولك على حاجة يا برج الأسد ما تكونش مغفن دخلوا حياتك سرقوك دخلوا حياتك سرقوك يا برج الأسد ليه ما انت كنت ما كنتش كده دخلوا حياتك خدوا دهبك خدوا فلوسك خدوا مالك خدوا منك عز ما انت تملك لدرجة ان انت زعلان وحزين زعلان وحزين عندك وحدة أكبر منك سن اذا كانت أخت اذا كانت مرات أخ هي وحدة عندك أكبر منك سن الست دي يا برج الأسد وراها حد بينقى عليها فانت تعبا تعباك جدا طيب عندك يا برج الأسد برج الجدي برج الجدي ده بينك وما بينه يعني بينك وما بينه كده تعب ارهاق حاسس انه برج الجدي جاي عليك برج الجدي شكاك برج الجدي زنان عصبي جدا فالعلاقة تعباك وانت أصلا عصبي فانتو اللي تنمش مستحملين بعض وما فيش يعني انت ممكن تتنازل هو ما بيرداش يتنازل ويعني في بينك وما بينه مشاكل فانت مش عارف تعمل ايه لدرجة ان انت عايز تريح دماغك وبرضو مش عارف انت عايز تريح دماغك وبرضو مش عارف تحاسس بالحيرة والضغط النفسي بحاجات غير طبيعية الايام اللي جاية هكون عندك تفاؤل وعندك حصن حظ حلو جدا يا برج الأسد انت دايما متقلق ان ربنا هيغير حياتك وهيغير نفسيتك بالفعل عايز اقولك ان انت في حد هياخد رأيك الايام اللي جاية دي يعني هياخد رأيك في مواضيع المواضيع دي انت هتعرف ترد عليها هتعرف تتكلم فيها هتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة محدش كام بيعملها في يوم من الايام التغيير على وشق حياتك فرحتك بين ايدك حاول تستغل حد هيعرض عليك الايام اللي جاية مشروح حلو او نقلة جديدة او تغيير جديد كون متقلق وكون جاهز للتغيرات اللي هتحصل في حياتك الايام اللي جاية باذن الله فضل ربنا سبحان الله تعالى بس اقول لي يا برج الاسد رغم الهموم رغم الضغط رغم اي حاجة انت فيها انت بالك مجغول بحد بعيد عنك بالك مجغول بحد مسجون بالك مجغول بحد مسافر بالك مجغول بحد قلبك بيدق انت في حد زعلان عليه وبالك مجغول بيء جدا ومش عارف تعمل ايه ولا تاخد قرار ازاي فوضت امرت لربنا وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل فكل اللي يجي علي ويظلمني ويأزيني في اي ازم شايفة كمان ان بينك وما بين الام يا برج الاسد مشاكل وشوية عراقية شوية مشاكل كده بتحاول تتخطاها بتحاول تكبر دماغك اكتر بتحاول تبص نفسك اكتر برج الاسد انت عندك علاقة مع برج التور وحصل انفصال وفيه اعتذار برج التور هيعتذر منك الفترة اللي جاية وخلي بالك وكون جاهز للاعتذار شايفة كمان ان فيه واحدة ست بتلعب في دماغك يا برج الاسد فيه واحدة ست هنا بتلعب في دماغك واحدة ست عملالك طاقات مش كويسة وطاقات سلبية وعملالك بعض العراقيل وبعض التوتر والحيرة ده انت كمان يا برج الاسد حاسس ببعض المشاكل اللي في حياتك اللي هي مش طبيعية ده انت حاسس ان انت ممكن في يوم من الايام تحرق اي حد ممكن يأذيك يعني انت اصلا الحاجة اللي بتصمم عليها بتعملها من غير تردد يعني انت بتعمل الحاجة على طول فيه واحدة عندك ستة حلوة واحدة ستة انيقة رشيقة بتحب الحياة بطريقة رهيبة احذر منها وخلي بالك منها انت يا برج الاسد انفصلت عن حب حياتك بسبب خيانات وغد بسبب طعم شفته عندك حرف الميم عندك حرف الالف عندك حرف الواو الحروف دي بينك وما بينها مشاكل عندك كمان حرف الحمل يعني عندك هتكون باسع باذن الله برج الحمل برج الاسد انت مستني الزرية الصالحة مستني خبر حمل مستني تروح عند الدكتور وتطمن مستني حاجات كتيرة جدا تعملها في حياتك والحاجات دي باذن الله هتحسن من نفسيتك وهتديك التغيرات الحلوة اللي انت مستنيها ده مش كده وبس كمان ده هيكون عندك كمية سعادة رهيبة بسبب الخبر اللي انت هتسمعه من حد هيكلمك خلال الاسبوع اللي جاي وهيديك خبر حلو جدا هيقول لك ابشر انا مصلحتك هتحصلت هيقول لك المحكمة وفقه شوف انت مستني اللي انت مستنيه علشان الكراءة تنطبق على الكل فالكراءة طول ما تنطبق على الكل طول ما انت اللي انت مستنيه هو اللي يحصل شوف انت مستني عندك هنا كمان شوية تغيرات في حياتك هيديك انطلاقات حلوة خلي بالك ان انت الايام اللي جاي ناس جديدة تدخل حياتك هيبقى عندك ناس هتتصاحب عليها جديدة هيبقى عندك حاجات كتيرة جدا جديدة في حياتك انت عامل زي الكتلة من كتر المشاكل تعبت تعبت ومقعدت ش عايز تتكلم مع حد ولا حابب حد يتكلم معك وده بصوبة الضغط النفسي اللي انت فيه يعني انت في ضغط نفسي اصلا قطر خيرك بجد يعني انت صغر سنك وانت مستحمل هيجي لك حد ويعتذر لك الايام اللي جاية وهيقول لك اسف سامحني غصب عني انت اللي هتكرر اذا كنت تقبل الاعتذار ولا لا انت اللي هتكرر اذا كنت تكمل ولا لا دايما كان في شغلك في بعض العراقيل وبعض المشاكل كان دايما مفيش اي بركة في شغلك ده مش كده وبس كمان يا برج الاسف ده انت كان عندك في شغلك بعض المواضيع اللي مضيقاك ومزع عليك خلي بالك انت هيكون عندك دعم ممات دي الايام اللي جاية وفي حد هيمدلك ايده هيمدلك ايده بالخير وبالانطلاقات الجديدة مش كده وبس كمان ده بالفرحة وبالسعادة سبحان الله تعالى عايز اقول لك الشهر ده يا برج الاسد هيغير من نفسيتك وهيكرمك وهيسعدك وهيديك الانطلاقات كتير جدا حلوة انت عندك حد بيدعي لك كبير في السن حد بيدعي لك بيقول لك ربنا يوفقك كرمك بيدعي لك كتير جدا ودعواته دايما رشأة في حياتك وبإذن الله حياتك هتتحسن واحدة واحدة بس ابعد عن كل المقربين لحياتك حاول تركن الحب شوية علشان انت تخزلت من اقرب مليك فياريت تركن اي حاجة في حياتك اذا كانت عطفية زي ما يقول اركن العلاقات شوية يا برج الاسد وحاول تشتغل على نفسك حاول تبص لنفسك حاول تغير من نفسك بنفسك وحاول تعرف انت عايز ايه وتمشي على الايام اللي جاية شايلالك سعادة وهنا ورز بس وكله تفاقر مفيش اي احباط مفيش اي توطر مفيش خنقة تاني يا برج الاسد انت هتثبت وجوده وحاول تشتغل على نفسك لدرجة انه برج الاسد الايام دي مقرر يعمل حاجات كتيرة جدا مقرر يشتغل اكتر من شغلانا مقرر يشتغل على نفسه مقرر ان هو يهتم بنفسه مقرر يعمل كذا حاجة الايام اللي جاية دي عشان يغاية من نفسيته الفترة اللي جاية يا برج الاسد هتثبت وجودك بطريقة رهيبة جدا الفلوس اللي راحت منك دي خلاص راحت انساها حاول تبص القدام واتدخل اكتر منهم برج الاسد انت عندك خروج من الهم اللي انت فيه ودخل على فرحة سعادة يعني ممكن يكون عندك ارتباط جديد علاقة جديدة فرحة جديدة في حد كمان يا برج الاسد تهمك في حاجة انت ملكش دعوة بيها تهمك في حاجة زعلتك تهمك في حاجة صدمتك تهمك في حاجة انت ما كانش ليك يد فيها ولا زم بس برضو فوضت امرك لربنا دايما بتفوض امرك لربنا ودايما بتشتكي لله وما بتقولش ابدا يا عبد ابدا ابدا فيه ترقية حلوة جدا في حياتك فيه ترقية حلوة جدا الايام اللي جاية السحرة هو لغبة حياتك يا برج الاسد وكان اكبر دمار على حياتك عايز اقول حاجة كمان لبرج الاسد فيه حد بيتجسس عليك فيه حد بيحاول يرقبك انت اليومين دوت صحتك تعبانة جدا يا برج الاسد صحتك تعبانة جدا فيه حد باله مشغول بيك يعني فيه حد بيتجسس عليك مش بيتجسس عليك علشان هو بيكرهك لأ بيتجسس عليك علشان هو بيحبك بس مش عارف يساعدك ولا عارف يعملك اي حاجة يعني هو غصب عنه شايفة كمان يا برج الاسد ان انت بتحب حد والحد ده تعبان جدا انت بتحب حد والحد ده تعبان وبتحاول تطبطب عليه جرحك ده يا برج الاسد كلها بمجرد وقته وبإذن الله هتطلع من جرحك علشان انت قلبك بينزل ومحتاج الدعوة محتاج اللي يطبطب عليك محتاج اللي يدخل حياتك يضفلك مش ياخد منك انت محتاج حاجات كديرة جدا بس محدش حاسس بيك ولا حد بيطبطب عليك يعني انت مظلوم واكتر حاجة مظلوم فيها حياتك العاطفية والمادية ظلمت نفسك بنفسك بسبب قرارات خدتها في حياتك معرفتش تغير منها ولا تطلع منها بس ما تقلقش ربك كريم ربك الشافي ربك المعافي ربك هو اللي هيكرمك من وسع بإذن الله الايام اللي جاية هيبقى عندك ادك التفاصيل في حياتك ادك المعاملات ادك الحاجات اللي ممكن تعمل كتير حاجات كتيرة جدا في حياتك اخر الشهر اللي جاي ده يا برج الاسد هيحسن من حياتك بس عايزك تحذر من عين قوية صيباك بالحسد بطريقة رهيبة يعني مصيباك صيبان عادي لا ده حتى مخلي حياتك ما فيهاش حظ وكلها خزلان في خزلان في توتر في حيرة واحدة واحدة كده استغفر الله العظيم بتاعت نشاكل بطريقة رهيبة انت الناس اللي ظلموك في حياتك دول بإذن الله يعني انت كنت بتتعامل معهم بنية صفة عمرك ما خنتهم عمرك ما ظلمتهم بس بإذن الله ربنا هيفك همك وهيسر أمورك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى احذر من عامة احذر من جارة صفرة مش كويسة بتمشي في الأعمال والسحور مش كويسة فاحذر منها حتى شكلها كده بتشوفها تحس ان هي فيها حاجة غلط مراخيرها كبيرة شكلها بشع حسس ان حسس ان هي صحرة بيبان عليهم وممكن يكون عندها مرأة وخلي بالك كمان يا بورك الأسد فيه واحدة صحبة عامل صحبة ليك بس هي بتوصل حاجات كتيرة جدا تخصك لغيرهم ده مش كده وبس كمان ده هم غيرانين منك علشان عارفين ان انت احسن منهم الغيرة دي كسرة قلبك ودايما بيطلع لك القلب زي ما انت شايف ده بيدل ان عندك كسرة قلب غير طبعية بس دايما انت على مين ده روحانياتك عالية جدا البومات اعدلك على الشمال وعلى اليمين ومس سايبينك في حالك انت بس استعيد بالصبت وقول يا رب وربك هو اللي هيكرمك ما تقلعش انت عندك انتصارات حلوة عندك تغيرات حلوة الدنيا هترجع تتزبط الدنيا هترجع تتحسن الدنيا هترجع تقولك انا جنبك ما تقلعش انا عارف ان السنين اللي فاتت كان دايما اعداء في حياتك كان مفيش اكتمال في اي مواضي انت ماشي ونسلمها الربنا ودايما بتعتزر على اي خطأ بس بلاش تستسرع يا بورك الاسد انا انصحت لحد اخر السنة اوعد تتسرع في اي حاجة اوعد تاخد قرارات وانت غاضب الناس اللي انت طلعتها دي كان اصلا يعني انت دايما مؤمن بالله ودايما بتقول الحمد لله ان ربنا بيديني كده وبيعرفني الناس على حياتها في ناس انانية في حياتك كتير انت بتحس بخنقة من غير اي سبب زركة انت بتبقى قاعد وتحس ان انت مخنوق ومدائم الايام اللي جاية دي هتعدي على خير باذن الله لحد نص الشهر كده هيبقى عندك تغيرات حلوة وعندك شوية امور فيها تحسنات بس عايزك تحذر من كل الغدر اللي بيحوم حواليك وتحذر من الحفرة اللي عاملين يعملوها لك اللي هم المقربين لحياتك المقربين لحياتك وخد حذرك خد حذرك ان انت الايام دي هتعطى علاقتك مع بعض الناس اللي في حياتك بتحاول تعزل نفسك عن بعض الاصدقاء الفترة دي عن بعض اي حد ممكن يتدخل في خصياتك واكتر حاجة اللي يتدخل في خصياتك بتحاول تبعد بتكون منعزل اليومين دو عايز اقول لك مفاجأة غريبة هتجيلك من من مكان من مكالمة الله اعلم حاجة غريبة كده هتجيلك هتديك هتديك انطلاقة جديدة وهتديك كده بعض الراحة انت بس محتاج يا برج الاسد رست شوية محتاج ان انت تهتم بنفسك محتاج يا برج الاسد ان انت تاخد بعض الراحة انت ما مؤثرش في حياتك بتشتغل وبتعافر وبتجاهد بس جسمك وصحتك ليهم زق ليهم الجزء من حياتك تحاول ترتاح وتريح نفسك اليومين دول وبلاش تكون قاسي على نفسك وبلاش تعاقب نفسك على حاجة انت ما عملتهاش ادي نفسك فرصة عبر عن مشاعرك عبر عن حياتك افعل الحاجة الي لازم تتعمل في حياتك يا برج الاسد اتمنى لك السعادة اتمنى لك الخير اتمنى لك الهنى اتمنى لك التوقعات الجميلة لحياتك بالكامل انا عارفة ان انت حزين بس بازن الله يكون عندك تغيرات جزري